سكوتر الكهربر اللي قدامك ده بيمشي في حدود المية كيلو ده كأنه هو الفين واط وكمان فيه مارشدير ايه لسكوتر قدامنا ده سكوتر نسا نازم طازة وسطه طازة جدا في السوق هو سكوتر الكترا الفين انا حبيت ان انا امغمق الدنيا كده في الاول عشان اوريكم بس في الاول فيديو كده تطشاط الانوار التحفة والالعاب نقرب كده شوية بالكاميرا الالعاب الكتير جدا بالانوار بتاعتنا سواء في الحتة قدام ده كده مش ننور الانوار طبعا هنجي نفتح الانوار مع بعض هنا ده النور بتاعنا الاساسي الانوار الحلقة اللي حواليها دي بتبدو بتقلب الالوان نبص على الاشارات بتاعتنا دي كده الاشارات بتاعتنا طبعا زي ما شايفين لها بتحفة تحفة حتى الاشارات نحية التانية ايه حاجة جميلة اوي 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 ونشوف العداد برضو بتاعنا والجناب بصوا الجناب حاجة جميلة اوي كل الأنوار بصوا الأنوار دي هنا بتتغير مع الأنوار اللي قدام هنبص هنا على العداد هنا بصوا العداد برضو نفس الكلام بيتغير كل حاجة كل ما بتعمل أي حاجة هو كل الأنوار بتتغير تمام؟ الإشارات بصوا ما تجد إشارة كل حاجة النص الشمال بينور إشارة يمين حاجة في انتظار نفس الكلام حاجة جندة جدا يا جماعة أنا عجبني قوي قوي الموضوع ده طب نبدأ بقى نتكلم بقى عن تفاصيل الاسكوتر قدامنا ده الاسكوتر ده اللي بيمشيك تحدول المية كيلو طيب الشركة أعلنت إن هو بيمشي قصلا حوالي مية وعشرين كيلو وإيجا هنقول مية كيلو ليه؟ عشان يبقى في السيف صيد عشان لو حد ده هيحرق جامد على الاسكوتر ده أو حاجة الكلام ده إيه بقى إيه؟ في السيف صيد طيب الاسكوتر ده بيوديك سرعة ستين كيلومتر في الساعة كعادة الاسكوترات التي لجي لتنزل من أبو حوى إن هي سرعتها بتمقفولة وده ده مش عيب بالعكس أنا شايفها إن هي ميزة عشان بس تحافظ على السرعة بتاعت البطارات بتاعتها طيب الاسكوتر ده تقيل جدا جدا يعني فوق ما نتخيله ليه بقى؟ عشان فيه إتناشر بطارية إنت مش متخيل إن ستة بطارات أصلا لوحدهم لو تحطوا جنب بعض وإنت حاولت تتشيلهم دهرك هيتكسر فبالك إتناشر بطارية تفاصيله ممتازة يعني حتى فيه ديفندر كده جانب يقصه ديفندر ده حلو قوي بس إن هو لونه أبيض دي أغرب حاجة أنا شفتها لإن هو بيتوسك حيتوسك بسرعة جدا ما يخربوش فيه ديفندر ده حيباني بطريقة رهيبة فيه مرشدير فنازيتها أقول للمعبادة خالص المرشدير بقى هنا غريب أوي تعالى بصه كده انت مش محتاج دوش بقى نزين أصلا انت بدوس هنا على الزرائر على طول هو ماشى هو بيرجع الورى على طول العجلة على الورى شغالة هي تمام وجمتش طبعا بسرعة بسيطة جدا عشان ما حدش يقع الزرائر هنا كلها سهلة جدا جدا تلات سرعات طبعا أعلى سرعة تجيب كم؟ ستين نتجرب كده ستين اهي هلحظت المريات بتاعتنا اللون بتاعها نفس لون السكوتر ونشوف بقى البطاريات من قدام كده هتبقى ازاي تشوفها طيب هنا هديك تفتح دي هتفتح ازاي هنا قدامك ست بطاريات طبعا احنا لسه ما شفناش ما عدناش بس انا بقول لكم ده كلام الشركة كله ست بطاريات هنا تمام بلتاني افدي تاني ونبص ورا دي هنفتح كرسي عادي ست بطاريات تانيين وهنا انت بتحول ما بين ست بطاريات اللي قدام وبين ست بطاريات اللي ورا عشان ان ما تيجي يفصل ستة تحول عا ستة غيرهم يعني هو طبعا مش سيوم ما فيش اي حاجة منهم تقدر تشحن برا كلهم بلت ان الشيب بتاع الفكوتر غريب تفسي هو غريب يعني بس انا هقوض عليه كده بسم الله سبقى دور الفرامل اللي عندنا امامي وخال في باكم سي بي اس سي بي اس بس هل احنا جربناها لا لا مش سي بي اي اس سي بي اس هنا على الفرامل اللي ورا جميعا تمام الفرامل اللي ورا بتوقف ده كده شكل العدد بتاعنا الفرامل بتاعنا مستفاصيله عمنا ازاي ودي عمالها تلعب في النص الواحدة هكده حاجة عمالها تلعب نيجي ندي نور اللي هو الاشارة ده كيف ينور وعندنا الانتظار ده الشكل التاعه ولما نيجي ندي اشارة كده فهم اللعبين بجد لعب جامد اوي 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 هتلاقي هنا المساعدين بتوعك واحد شمال واحد يمين يعني عندك اربع مساعدين في السكوتر خلال السكوتر ده مصروف عليه مصروف عليه جامد وص حتى مسنا ذا الظهر تعال ركب الخلفي ركب الخلفي انا حتى الان مش شايف ان هو لو مكان متحط عليه رجله انا مش عارف بقى هل هو نازل اصلا كده للسكوتر صراحة انا مش عارف هل السكوتر اصلا نازل كده ان انا بصه انا ما يجاعد عليه انا قاعد مستريح جدا بصه لو انت طويل مهما كنت طويل الجدون بعيد كل البعد عنه لان انا اعتبر مش اصادر خالص اعمية وتعمين صنط تقريبا فلو حد حتى متين او لحاجة رجبوتها تبقى طالعا قدام مش عارف ترفجدون مش هيضايقك خالص 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 طيب ده جاب الخلفي بقى لما يجي وعد انا مش عارف هحط رجله فين هل هم لدينا هيتشاركوا الحتة دي انا دي حاجة انا مش عارفها والله هل هل هو هحطها هنا وراكب القدام احط رجله عدفندرات انا دي مش عارفها برضو بصراحة هل الكتعة الجالي دي جات لي نقصة مش عارف فدي حاجة انا استغربها عادي ممكن تكون كتعة واحدة نزل لها احنا نتأكد من الموضوع ده لسه قداما ان شاء الله وسأنا قلت اشارككوا الحاجات دي كلها عندنا هنا المقابض اللافيهات فيه هنا مكان تقدر تبعد اللافيه وتقربوا فزي بصوا دي كده انا كده عمالة بعيدة عمالة بعد كده عمالة يقرب فالسكوتر بصوا مصروف عليه فيه مكان قدامي اه عشان شاحن يو اس بي مصروف عليه كتير يعني الاس كوتر كماليات ممتازة سواء فرامل اللي هو فرامل الباكم امامه الخالفي و سي بي اس اه سواء اللافيهات بتاعتك الانوار اللي في كل حتها الكواليتي كده كده كواليتي تل جي خليها ما تفقين انها مركة يعني ممتازة تقفيلها ممتازة ولكن اهم حاجة اه قطعة غير بقى اه قطعة غير هي اما حاجة في الاس كوترات دي هي لسه ما توفرتش لاني الاس كوتر ده كاكرة لسه نازل طازة يعني زي ما تركن في اول بريد ده طازة جدا يعني اسمه الكترا 2000 اللي سننازل في معرض ايزي بايكر اللي سننازل اصلا في مصر السكوتر بيمشي حوالي 100 كيلو 2000 واط السكوتر ده بيلعب سعر كم؟ بيلعب سعر 4540 في حدود دي ده كان طبعا موجود في معرض ايزي بايكر في اسكندرية في جليم ونشحن لعي بحافظة في مصر كلها واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي